السلام عليكم الصباح الخير although it's too late انبارح كان يوم يوم الإفنت تابعين بلوغز بس بس لا يوجد ترتيب شربت الواحد كتير وكافيين حتى عندما جيت انا منبارح قاعدت ساعتين على انترغمنا انا كنت مرهق جدا هذا برضو خطأ مني ان انا شربت اهوة كتير منبارح اوكي انا اعز اقول ان الاسبوع ده ضرب مني خالص يعني ان المفروض ان انا سبب اساسي اساسا عشان ان كنت رايح القاهرة ان انا خلشولي في القاهرة واجي هنا انجوي هوم مور بس انا روحت تعبت جدا في القاهرة وجيت هنا تعبت اكتر في البيت واضافة كمان للوغز فا انا حطيت لودة على نفسي اكتر بس كاي اللي هو النموذج الاولي من اي حاجة كاي بروتو تايب بيبقى ضايع بيبقى فيه اخطاء كتير وعيوب كتير وبتحتاج انك تشتغل عليه بس لازم يبقى عندك تجربة تعدل عليها انا زي ما قلت يمكن ان انا في القاهرة ان انا مبسوط جدا ان انا خدت الخطوة دي ام الساعة ما حد يبرن علي ما حد يبرن علي بتجي هنا في الساعة فاع يعني ان شاء الله الاسبوع الجاي او اللي هو الاسبوع اللي انا هسافر فيه كايرا ان شاء الله هحاول ان انا انظم الامور اكتر واتعلم من الحاجات اللي عطلتني او يعني كانت سبب ان الموضوع يبقى اصعب علي مش اسهل. والنهاردة بس اكيد انت عرفت من عنوان الفيديو ومن هنعمل ريفيو للساعة. جي طلبات كتير جدا على الساعة. ان شاء الله النهاردة هنعمل حاجة زي كده للساعة ونقعها ايه ويجيبها مدين وليه اصلا انا اشتهتها رغم ان انا اصلا بحب شلب الساعة. اوكي دي الساعة اللي انت شفتوها يعني لابسها وبعمل عليها اسمها سامسونج يعني بيعشقهم الاسماء الطويلة يعني. فاللي خلاني اشتري الساعة ديت هي سمارت واتش او ساعة ذاكية. اه ودي معنى انها بتعمل حاجات كتيرة جدا. بس هبو. اه ومن اكتر الحاجات اللي عجباني فيها اوي او يعني اللي خلتني جدا ان انا ممكن اغير شكل الساعة. يعني الوقتي هي ساعة اه رقمية. رقمية برضو ممكن اجيخلي شكلها كده. وممكن اعدل اللون ده. يعني لو اللون ده مش عاجبني بدوس كده. واعدل اللون بتاع الساعة بالشكل ده. فده شيء بالنسبة لي يعني حاجة جمدة جدا. اه فيها ابز كتير جدا يعني فيها مسلا اللي بيتابع انت حرقت كم كالوري وانت مشيت كم خطوة والكلام ده كله انت طلعت كم سلم. وكمان بيقيس عدد نبضات القلب. which is amazing يعني. ان انت مش مش الضغط عدد نبضات القلب. اوكي. اه دي متوفرة على برضو التلفون بتاع اه سامسونج اس سيرز طعبا. الاسكس فيه السنسور اللي ورا ده. اه بتكنكتد التلفون بتاعك ممكن تقهز بتاعتك او يعني جهاز الاتصال بتاعتك. بحيث ان انت ممكن تتصل من هنا وتجري مكالمة. يعني مثلا ممكن اكلم احمد دسوقي دلوقتي من الساعة. فده شيء رائع جدا. من اكتر الحاجات اللي مفيدة ليه شخصيا هي موضوع الكالندر او بتسنك مع الكالندر بتاعتك على جوجل. بحيث ان الميتينجز او الكلام ده ان انت تتشيك سريعا كده انت النهاردة عندك ميتينجز ولا لا وقارب ميتينج ليك هيبقى امتى فاميزين مفيدة جدا جدا عدد الخطوات اللي انت اعطاها النهاردة برضو. فيعني انا انا انت عشان مشاغل فيديو على يوتيوب فممكن تتحكم فيه وتتوقفه من هنا. فهي مليانة بالخصائص الجامدة جدا. اه كمان اكتر حاجة عجباني في بتاعها ان انت بتكنكتد مع التلفون بتاعك. يعني هي تبقى مع التلفون. فلو التلفون بتاعك بعيد او خرج برا نطاق معين بتلاقي الساعة بتديلك كده تقولك ان التلفون ديسكنكتد. فانت بتفتكر ان التلفون بتاعك نسيته في مكان او ممكن يكون تسرق منك فتدرك ان التلفون تسرق. فبالنسبة لسيكورتي وايز ده حاجة جامدة جدا. اه لطفة لو جالك رسالة على الواتساب او اي ان كان الحاجة بتلاقي بتظهر هنا. كمان سوات الريزيستنس فممكن تتوضى بيها وتنزل بها البحر براحتك يعني ف اي ان كان يعني انا بحب الساعدية خفيفة وشكلها شيء جدا. ممكن تغير الاستراب بتاعها. وفي تيك ريفيورز جامدين جدا ممكن يعني هتلاقي لينكات بتاعتهم اه تحت في الدسكريبشن والفوكس عمالي هرب مني. حاجة تكنولوجي يعني اه اوكي اه لو عجبتك فهي سعرها مش رخيص هي تقريبا بمئتين وتمانين متين وتسعين دولار اه ده سعري مش رخيص بس اه يعني دي حاجة يعني حلوة انا انا فعلا حبيتها واشتريتها اوكي وبعد الريزيو العقيم اللي انا مش عارف اعمله ده لساعة يعني اعتقد ما فيش بس لو حابب تشتريت الساعة فانا هسيب لك اللينكات بتاعتهم على امازون في الدسكريبشن تحت الفيديو. حاجة اخيرة حاجة اخيرة حبيبتني اوه في الساعة ديات لما بتمشي شوية حلوين ما بتمشي مثلا عشر دقيقة ولا حاجة بتلاقي الساعة بتهتز اهتز خفيف لطيف كده بينبهك واعدين يقول لك جود جوب انت مشيت لمدة عشر دقايق واحدة كم كاليرو كيبي طب واستمر فبالنسبة لي دي عاملة زي كلمة عاش بتاع الكوتش بتاع الجيم بتاعك انا بحب انه يقول لي عاش ويا بطلول الكلام ده بيديك دفعة وبيخليك تكمل فالساعة ديات يعني حاجة كده عاملة زي واحد صاحبك بيقوم ايه ما تبطف كده عظهرك ولك عاش كمل فا اي لافت اي لافت يعني بحبها جدا اكتر حاجة جذباني للساعة حرفيا ان انت لو زهقت من واتش فيس ممكن تغيره زهقت من من ساعة ديجيتال ممكن تخليها اه بعقارب فا بالنسبة لي انا ممكن امل بعد فترة واتدايق واحب ان انا اغير فده بتاتش ممكن تغير الواتش فيس بتاعتك وتغير شكل الساعة بتاعك كلية رايح مناسبة مسار رسمية ممكن تخليها بعقارب اه بتجري وبتاع وعايز تحسب انتجاريتها دي ممكن تخليها ديجيتال فا الامكانيات بتاعتها جميلة جدا اه بتكلمنا كثير عن الساعة بس هاتستخصان